أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تشغيل حوالي 109 مجمعات حكومية بكرة حياة كريمة وأبد تقديم الخدمات للمواطنين بها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الوزير المتابعة عدد من الملفات وهل رأسها البرامج والمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات حيث وجه أمنى بدرورة المتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة بالوزارة لباقي المجمعات وشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بالمتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات حياة كريمة للتسريع معدلات الإنجاز لانتهاء من مشروعات مستهدفة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات بقرى الريف المصرية